قالت إنها ستتخلى عن الحصانة البرلمانية في حال ما قاضتها وزيرة الثقافة نادي العبيدي فهل ستجرؤ زائمة حزب العمال لويزة حنون على الوفاء بوعدها بعد أن نفذت الوزيرة وعيدها ورفعت دعوة قضائية ضدها لويزة حنون أكدت أنها مستعدة للتخلى عن الحصانة البرلمانية التي تتمتع بها كونها نائبة في البرلمان تصريح سيجعل حنون أمام تحدي صعب بل وسيضعها على المحك فالتاريخ لم يثبت وأن تخلى النواب عن الحصانة التي يتمتعون بها لما لها من امتيازات عديدة فهل ستصنع حنون الاستثناء؟ زائمة حزب العمال دعت أيضا في خرجة إعلامية إلى ضرورة تمكين القضاة من رفع الحصانة عن الوزراء المتورطين في قضايا الفساد فالقانون يضبط هذا الإجراء ولا يمنعه كل مينيستر الذي يملكه في حياتة كوروبشة وحياتة مالفرسات يجب أن يتبعون يجب أن يتبعون ويجب أن يتبعون ويجب أن يتبعون الإيمونية يجب أن يتبعون الإيمونية دعوة حنون يعتبرها البعض جدية لكن يتساءل آخرون إن كانت زعيمة حزب العمال ستمتثل بها وتفرط في تاج الحصنة